أعاد مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 إلى مجلس النواب بعد أن قرر شطب الفقرة التي أقرها النواب بشمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الضمان الاجتماعي ويأتي قرار إعادة مشروع القرار بعد رفض اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرار مجلس النواب بدوره نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائل معشر دافع عن قرار مجلس النواب بشمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب في قانون الضمان الاجتماعي قائلا إن هذا النص وضع بالتوافق بين النواب والحكومة إلى ذلك أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطرونة عن جلسة مشتركة يوم الأحد المقبل لحسم الخلاف حول تعديلات القانون